اشتركوا في القناة مقالد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية وقد رفع فيها الى المقام الكريم لحضرة صاحب الجلالة باسمه ونيابة عن جميع رجال قوة دفاع البحرين اسمى ايات التهاني واصدق التبركات بهذه المناسبة الوطنية داعيا الله العلي القدير ان يحفظ جلالته ذخرا وسندا لابناء هذا الوطن العزيز وان يحقق على يدي جلالته المزيد من التقدم والرقي والازدهار ويعيد هذه المناسبة المجيدة على جلالته بموفور الصحة والسعادة وطول العمر